أكد الرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية صندوق تحيا مصر والذي بات يمثل محورا رئيسيا في عملية التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة منذ ثماني سنوات جاء ذلك خلال استعراض تقرير بشأن جهود الصندوق خلال الربع الأول من عام 2023 في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية بالإضافة إلى التنمية العمرانية أوضح التقرير أن عدد المستفيدين من مبادرة الحماية الاجتماعية المقدمة من الصندوق في الربع الأول من العام الحالي بلغ مليون وستمائة وثلاثة وثلاثين ألف مواطن